السلام عليكم و مرحبا بكم ديما في القناة مع الشفد حمال للطبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دايما و كما شتوفوا في العنوان الفيديو تا اليوم رح يكون سبيسيال على البولي كيفاش نقعوه كيفاش نقطعوه كيفاش البولي بتاعنا بعدما نشوطوه البول تاعنا كامل تولي بيضا ان شاء الله تتبعو معنا الفيديو من اللي والحتى للاخر وتشوفوا الطريقة و ان شاء الله تعجبكم قبل ما نبدأوا الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيلوا الجرس ليسيلكم كل جديد هكذا ما بقى لي غير نديكم نعرفكم على المقادر اللي حنستعملوهم في الجج والطريقة كيفاش تابعوه معنا بسم الله على بارك الله كما رحكوا تشوفوه هاي لك الججة التاعي انا بعدما شرتها الجواج كنشوطها لي كما رحكوا تشوفوه خفيف ضريف بهالطريقة هنا اول حاجة وش نديرو مباشرة نجون نحولهم ليزابا دخلوا يدكم غير بالعقل مجسيو كيفاش الججة التاعكم ما تشرعوهاش خرجوا غير ليزابا بعقلكم هنا دخلوا يديكم كامل تلقاوا واحد المصاران هاكذا تقطعوه وتتجبدو ليزابا تاعكم كما رحكوا تشوفو بهالطريقة تماما هنا رح نحط لزابا تاعي والججة التاعنا راهي وجدة كما رحكوا تشوفو هاي لك الججة التاعي وش رح نحتاجو انري سيبيول ججة تاعنا بعد ما نحينا لها لزابا هامليك رح نحطهم اكوتي وش رح نحتاجو هنا هنا عندي الملح كمية حوالي خمس ملاعق كبار هنا عندي الخل كيف كيف حوالي خمس ملاعق كبار وهنا ضروري وش عندنا لاثات لاثات اللي نغسلو بيها المعان لازم تكون شديدة تشمخوها ملح بل ما بشتولي طريقة على بالي رح تقولوا لي وش رح نديرو بلافات دوك تشوفو الطريقة ان شاء الله هنا اول حاجة نجيبو كامل كمية تاع الملح ونحاولو نوزعوها كامل فقط دجاجة هنا بعد ما حطينا الكمية تاع الملح رح نزيد نضيفو كامل كمية تاع الخل ونحاولو كامل هذا الخالي تاع الخلو الماء نمسحو به كامل جش تاعنا هنا غير نشوفو الخلو الملح تاعنا مسحنا به كامل دجاجة وش رح نحتاجو هنا عندي الماء حوالي 3 لترات رح نغطي وكامل جش تاعنا هنا بعد ما غطيتو رح نخلوه يرتاح حوالي 10 دقايق ونعودو نولو بعد ما خلينا الجش تاعنا حوالي 10 دقايق شوفو لما تاعنا كيفاش يتغير لون تاعه وعندما تمسو هذا لما تحسوه ميددم الججة تاعنا رح تطلق كامل هذك اليدام اول حاجة وش رح نديبو نجيبو لفات تاعنا نغمسوها ونبدو نمسحو فيها غير بالعقل شوفو بهالطريقة تماما رح ننحو كامل هذك اللون تاع تشواط شوفو ليه ليه اللون تحكي فاش يتغير شوفو هنا اللون بعد ما بديت انحك وشوفو هنا اللون كيرا هام شوطا هون شرح نديرو راح نكملو الججة تاعنا غير بالعقل نروحوا معاها غير بالعقل وعندما تكونوا تحكوا لازم تسيسوه باش ما تقطعوش اللابوت تعيكم هون راح نكملها كامل ونعود نوليليكم كيف راكوا تشوفو خوتيخيتي هنا بعد ما كملت كامل الججة تاعي غير باللافا تروحوا لها غير بالعقل باش ما تخسروش اللابوت تعكم سوف نقوم بمسخة مرمية بطريقة جدا رائعة كما سوف نقوم بمباشرة سوف نقوم بمسخة مرمية بشكل جيد كما سوف نقوم بمسخة مرمية سوف نحتاج المستعنى مضيها مباشرة كما راكو تشوفوا بهذا الطريقة اهامز وجل كويسيه نجيب المستعي الطريقة جيدة ورائعة قم الكل كويسيه اولا نزيد الفرشيه نحو الجنح هنا تجيب الجنح وتنحو الجيكا بهذا الطريقة تماما هنا سنزيد الجنح منين تجيب شاعت العدم ماذا سنفعله هنا ؟ نقطعه الرقبات هنا ماذا سنفعله صدر توجر تشدوا بهذه الطريقة هنا باش المستاعكم ما يزلق لكم ما يقيسكم تحط المستاعك اللي هنا وبدأت تتبعه نقسم مستاعك على الزوج بهذه الطريقة شو تشد المستاعك تتبع توجر هذه العظمة اللي تكون في الوسط تحط المستاعك كما راكو تشوفو هنا صدر تعنا راهم نقسم على الزوج ونزيد ونقسموه على الزوج بهذه الطريقة تاما من هنا نزيد ونكمل نصف الصدر الثاني ونعود ونقوم له شوفو هنا بقاونا غير ليكويس دو كانجور ليكويس أول حاجة نشدوه مننا نحولهم هذه الشحمة الزيدة بقاونا بهذه الطريقة بالنسبة للكويس عنده هنا هذا الزهر كي الناس اللي تقسموه هنا على الزوج تخلي الكويس يجي كبير كي الناس اللي تدخلوه هنا وتنحي الكويس دو كانجور نقسمو الكويس على الزوج بهذه الطريقة هنا واحد راح توجر نحولو هذا النصف الزهر بهذه الطريقة كي ما راكو تشوفو هنا غير تكسروا العظمة هاوليك النصف على الزهر هاوليك الكويس هاوليك الكويس بهذه الطريقة تماما هنا المراسم الجاج كامل راهم ونزيد 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 ونرش عليهم شوية الملح ونفرغوا عليهم لما بش نضمنوا انهم الكويس وصدورة والجنحتين كامل راهم اذا كما راكو تشوفو خوتي خياتي هاوليك كامل مراسم تاع الجاج بعد ما عودت شللتهم بالملح خفيف ضريف هادك الملح راح يزيدن حين كامل هذيك الزيوتوية اللي نلقوها في لابو تاع الجاج وكي ما شتو طريقة تاع الغسل كانت خفيفة ضريفة باش الجاج تاعنا يجيب يد الله الله ماشيك يكونو حنطيبوه نلقو فيه ما زالهم بوقع بتاع تشواط انا هذيك منحبهاش ان شاء الله تتبعوا هاد طريقة وتتبعوا هاد الخطوات كي ما شتو هنا يا المراسم راهم واضحين وبينين دو كانتو ما تقسموا الجاج تاعكم تجيبوا لي ساك كونجيلاتيون كي ما هنا تقدروا تستعملوا هذا يا صدر مع هذا نصف كويس في ساك كونجيلاتيون هنا هاد طروبار هنا الكويس هادا كومبلي اللي كنا نحينا منه نحينا منه غير نصف الفقراء مع صدر هنا راح يخرجو لكم طرواروبا يبقى لكم جناحتين الرقبة واضهر هادو ما تقدروا تديروا بهم ليسوب شربافريك شربافريك شربافرميسا لعدس لوبيا لكم الاختيار انا المهم حبيت نوصلكم الفكرة كيفاش تديروا الجاشتاعكم كيفاش تعودوا ترجعوه بيد بطريقة جيدة رائعة تنحولوا كامل هادوك اليدام كيفاش تقسموه كيفاش تقطعوه وانتو ما اللي راح تديسي دي كيفاش تتفو الجاشتاعكم كيفاش تخبوه كيفاش تطيبوه المهم اذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسي لكم كل جديد هكذا ما بقى اللي نقول لكم غير بقوا على خير وتهال الله في روحتيكم الى اللقاء مع وصفات جديدة السلام